بسم الله سلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كورس جديد نتكلم فيه عن موضوع جديد مهم جدا وهو موضوع الدكر احنا نتكلم يعني بشكل مبسط جدا عن موضوع الدكر كفكرة عامة معاكم محمد رزق الكورس ده اغلبية وحيبقى يعني فيديوز وحاجات عملي مش هيبقى كلام نظري كتير هنتكلم بس على الاساسيات وحنحاول ان احنا نخليه آآ مبسط ما نتخشش في ده قوي بالنسبة مسلا للينوكس والحاجات ده هيت احنا عايزين نعرف ايه الدكر ده اصلا وبيعمل ايه وايه الفايت اللي ما بينه وما بين الفي امز والموضوع ده ماشي ازاي وبيتطور ازاي احنا هنحاول في الكورس بتاعنا ده ان احنا يعني نخلي الموضوع ميلي عن الدكر نفسه مش عن الحاجات الثرد بارتيز اللي ممكن آآ تتكلم عليه الموضوع الدكر ده بيتعمله يعني يعني يوميا فا اه لو 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 حب لو حد حب يتكلم عنه بتفاصيل يعني مش هيقضي يعني عشرين تلاتين كورس بس احنا عايزين نعرف الكونسيبت بتاعه اه هو اتعمل ليه ايه كان علاج لانهي مشكلة بالزبط اه وايه المميزات اللي انت ممكن تستفيد بيها لو انت اشتغلت بيه في برودكشن انفيرومنت طبعا الهدف من الكورس ده ان الموضوع ده مهم جدا وفي نفس الوقت انا مش شايف حد اه او مش لاقي اه يعني حاجة ليه بالعربي اه اتقدمت عشان جدا انا قلت ان احنا يعني لازم نتعرف عليه دلوقتي اه لان اه هيبقى ليه مستقبل قوي في الفترة اللي جاية المواضيع اللي هنحاول نغطيها اللي هنتكلم عن اللينوكس كونتينرز الفكرة بتاعتها اه طبعا زي ما قلنا هو في تنافس هيبقى فيه تنافس قوي جدا ما بين الايه ما بين الكونتينرز والفيرتشال مش هنتكلم كتير عن اللينوكس يعني كاوبريتنج سيستم بس محتاجين نتعرض لبعض الحاجات اللي هي بتساعد ان ان فكرة الكونتينرز دي اصلا تشتغل زي الموضوع موضوع موضوع هنشوف الحاجات دي التلات حاجات دول ازاي مع بعض بيقدروا يعملوا عملية اه يعني اه تنفيذ لفكرة الكونتينر جوه اللينوكس اه الموضوع الطبك اللي بعد كده هتبقى موضوع الدكر انجن نفسه الدكر انجن طبعا هنتكلم على الاكسكيوشن درايفر والفرق ما بينهم اه برضو موضوع تحت الدكر انجن برضو هنتكلم طبعا على الفايل سيستم اللي شغال الدكر ايمجز والدكر كونتينرز دي الكومنز بقى اللي انت هتشتغل بيها جوه لدكر نفسه اه ازاي ازاي تعمل بلد لدكر ازاي تعمل اميج موضوع ازاي تعمل اميج ازاي تعمل دكر فايل وتعمل منو بعد كده كونتينر ازاي اصلا بعد كده بقى تستارت او تستب اا داكر كونتينر واخر حاجة هنتكلم عن الريجيسترز والريوبرترز الحاجات بقى اللي هي بتبقى في البيجراوند ما بتبقاش باينة قدامك اا وانت شغال هناخد فكرة عنها ازاي لو انت عايز تعمل اا حاجات انترنال ريبرترز انترنال عندك كوال كوربرت نتورك تقدر تشتغل بيها ازاي تقدر تعمل الموضوع دهوت وازاي تقدر تشغال ايه اللي نحتاجه عشان نقدر نعمل الكورس ده ونقدر ان احنا نستفيد منه وايه المؤهلات اللي مطلوبة في الشخص اللي هيستفيد من الكورس ده الموضوع بسيط انت كل اللي محتاجه حضرتك جهاز كمبيوتر يبقى زي ما قلنا اللي هنحتاجه يعني معرفة بسيطة بالكمبيوتر عموما يعني حاجات بسيطة جدا في اللينوكس مش هنتعمق في اللينوكس كالينوكس والحاجة اللي هنحتاجها من اللينوكس هنحاول ان احنا نشرحها عشان احنا تركزنا في الاساس على الدكر بالنسبة للهاردوير اللي هنشتغل عليه يعني ممكن هنشتغل على هنشتغل على يعني ممكن ايه نشتغل على معمولة بالوبونتو وحاجة مسلا وحاجة بالديبيان ممكن ممكن تشتغل التلات اربع الكورس ده لو انت اشتغلت حتى واحدة وليكن مسلا مش هتفرق بس احنا عشان نقدر نوريكم الفرق ما بين ايه لو انا مسلا عملت حاجة على ونا حبيت انقلها اه على الدنيا هتبقى عاملة ازاي والدنيا هتشتغل ازاي اه دي كده سريع على ان شاء الله الكورس ده هوت اه يعني كل اللي احنا عايزين هو ان الناس يبقى عندها بس ايه يعني همه اه الموضوع يعني الى حد ما هيبقى بالنسبة للناس كتير جديد اه بس اه ان شاء الله هيبقى بسيط وحيبقى شيخ جدا اه وان شاء الله هيبقى ليه مستقبل قوي جدا اه شكرا جزيلا لوقتكم